اشتركوا في القناة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء طلاب الصف الحادي عشر الأدبي بمدرسة التمييز النموذجية أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة علم النفس وموضوع درس اليوم هو دوافع السلوك من مبادئ المأثورة في علم النفس يا شباب أنه لا يوجد سلوك بلا دافع لا يوجد سلوك أبدا يقوم به الإنسان بلا دافع فنجد مثلا الشخص اللي بيجتهد في الدراسة وبيدرس شنو الدافع دافع النجاح نجد مثلا الشخص اللي بيبحث عن الطعام أو بيحاول أن يشوف أي أكل عشان يأكله شنو الدافع اللي دفعه للبحث عن الطعام هو دافع الجوع الشخص اللي بيحاول أن يجتهد في عمله وبيحاول أن يزيد من عمله شنو الدافع؟ الدافع اللي عنده هو الحصول مثلا على مكافأة إذن لا يوجد أي سلوك لدى الإنسان بلا دافع أي إنسان بيقوم بأي عمل أكيد هناك دافع دفع لهذا العمل لذلك لابد أن نعرف الدافع ما المقصود بالدافع؟ الدافع شباب هو قوة حيوية نفسية داخل الفرض إذن الدافع داخلي قوة حيوية داخل الفرض تستحثه على القيام بنشاط معين لإجباع دافع ما إذن دافع قوة حيوية نفسية داخل الفرض تستحثه على القيام بنشاط معين طيب ما هي أهمية الدوافع في عملية التعليم؟ أهمية الدوافع في عملية التعليم عندنا سؤال يقول لك لماذا أو لماذا يهتم المعلمون بالتعرف على ميول طلابهم ودوافعهم واستعداداتهم؟ ليش المعلم بيحاول يعرف ميول طلابه وشنه هي أهم دوافع لدى طلابه واستعداداتهم؟ ليش يا شباب؟ عشان يقدر يستفيد من هذه الدوافع وإنه يقدر أن يقوم بتحفزهم على عملية التعليم حتى يتسنى لهم الاستفادة من هذه الدوافع والميول في تحفزهم على التعليم بمعنى أنا بسأل طالب مثلا أنت شنو المستقبل اللي حاببت تكون فيه؟ يعني أي جامعة أي كلية حابب أنك تدخلها؟ فيقول لي مثلا كلية الحقوق مثلا فأبدأ دايما أذكره أن حابب أن يدخل كلية الحقوق لازم يجتهد في دراسته عشان يدخل الكلية اللي يحبها وعلى حسب هذه الدوافع أقدر أو على حسب هذا التحفيز أقدر أنمي دوافعه وإنه زيد من قدرته وقوته على التعليم طيب أحيانا يا شباب نشوف طالب يتميز بالذكاء لكن للأسف الشديد ما ينجح في دروسه في حين أن الطالب قد يكون متوسط الزكاء إلا أنه ينجح بتفوق شنو السبب؟ شنو السبب يا شباب؟ السبب أن ما في عنده دافعية الشخص ذكي صحيح ذكي مخنظيف لكن للأسف الشديد ما عنده دافعية تدفعه أو ما عنده هدف معين يدفعه للدراسة في حين أن شخص آخر قد يكون ذكاءه محدود إلا أن الدفعية لديه قوية فبالتالي بيزيد من مجهوده ليتغلب على ضعف ذكاءه وينجح بتفوق مشكلة كبيرة يا شباب أن الشخص ما يكون عنده علم بالدافع الخاص فيه يعني معظم الناس تسألهم تقوله أي كلية حابب أنك تدخل يقول لي ما يدري على حسب المجموعة فهي المشكلة لو أنت بحدد لنفسك هدف معين هذا الهدف بتبذل أكبر مجهود عشان توصل لهذا الهدف أنما لو ما عندك هدف معين خلاص يعني الأسف الشديد ده بيكون سبب مشاكل كتير في حياتنا لذلك بعض الطلاب تسأل احنا ليش ندرس لأن يجهل الدفع ما عنده دافع لو عنده دافع وعنده هدف معين هيزيد من نشاطه هيقدر أنه يجتهد في دراسته وبالتالي يوصل لأعلى درجات وأعلى معدل تعريف الدفعية شباب الدفعية مجموعة العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في السلوك مباشرة وفي توجيهه ودرجة شدته واستمراريته مجموعة العوامل الداخلية والخارجية بتؤثر في سلوك الإنسان مباشرة وهي التي تقوم بتوجيه سلوك الإنسان ودرجة شدته بمعنى شباب ان مثلا لو واحد بيشعر بالجوع هل الشخص الجوعان نفس الشخص الشديد الجوع يعني عنده الجوع وصل لأقصى درجاته بالنسبة له منه فيهم اللي يبحث عن الطعام أكثر طبعا شديد الجوع واحد يعني لستواكله يعني ممكن بعد شوية شعر بالجوع وواحد ما أكل من الصبح طيب منه فيهم يكون أشد دفعية وأكثر في البحث عن الطعام أكثر قدرة وأكثر استرار على البحث عن الطعام طبعا شديد الجوع لذلك كلما زادت الدافعية لدى الشخص كلما زاد إصراره على تحقيق هذا الدافع طيب هناك بعض التعريفات المهمة شباب اللي يابد أن نفرق ما بين كل واحد فيهم كل هذه التعريفات مرتبطة بتعريف الدافعي لابد أن نحن نفرق ما بين الباعث والحافز والحاجة الباعث والحافز والحاجة فما المقصود بالباعث دائما ما يتكرر هذا السؤال بالاختبار قلت لك عرف الباعث عرف الحافز أو فرق ما بين الباعث والحافز أو فرق ما بين الحافز والحاجة أو فرق ما بين الباعث والحاجة فالتعريفات من أهم التعريفات اللي ممكن تيجي وتكررت أكثر من مرة في الاختبار طيب الباعث هو الهدف الموجود في البيئة الخارجية والذي يسعى الكائن الحي إلى الوصول إليه الهدف الموجود في البيئة الخارجية والذي يسعى الكائن الحي إلى الوصول إليه مثل الطعام في حالة الجوع طيب الحافز الحافز قوة دافعة تنشط السلوك المهم بهدف إجباع الحاجات ذات الأصول الجسمية والمرتبطة ببقاء الكائن الحي على قيد الحياة إذن قوة دافعة تنشط السلوك بهدف إجباع حاجات ذات أصول جسمية طيب الحاجة حالة من النقص والافتقار إن لم تلقي إجباع أثارت لدى الفرض نوع من التوتر أثارت لدى الفرض نوع من التوتر والضيق لا يلبس أن يزول متى ما أجبعت أو قضيت هذه الحاجة بمعنى أنت مثلاً محتاج لقلم عشان تختبر في الاختبار أو تكتبيه في الاختبار ما عندك قلم بدأت تتطور حد شباب مع قلم ما في حد مع قلم بدأت تشعر بالتوتر الوقت تقعد يمر وانت ما عندك قلم تحاول تتطور يمين يسار ما في قلم مثلاً فبالتالي يبدأ هذا التوتر ينتابك تشعر بحالة من التوتر أنك لازم تحصل على القلم عشان تحل اختبارك لأن مثلاً تحصل على هذا تحصل على هذا القلم فيبدأ يزول هذا التوتر وتشعر بالراحة متى ما حصلت على هذا القلم أو على هذه الحاجة أو قضية هذه الحاجة واضح شباب؟ طيب رح ندرس الحين النظرات النظريات المفسرة للدافعية عندنا ثلاث نظريات رح ندرسهم الحين بشيء من التفصيل أول شيء هي النظرية السلوكية كيف يرى أصحاب النظرية السلوكية تفسير في تفسيرهم للدافعية يفسر السلوكيين الدافعية من خلال مفهومي المكافأة والحوافز بمعنى إن انت مثلاً في الغالب احنا دايماً بنميل هذه النظرية أو دايماً شغالين على هذه النظرية نقول لك مثلاً انت لو نجحت في الاختبار رح أجيب لك هدية معينة هذه الهدية تعتبر مكافأة لك فبتزيد من دفعية الشخص عشان يحصل على هذه المكافأة مثلاً المعلم يقول للطالب لو شاركتم معي اليوم رح أزيدكم درجات أو أعطيكم درجات فيبدأ الطالب يركز كل التركيز عشان يحصل على الدرجات الدرجات هنا مكافأة إذن السلوكيين بيفسروا الدفعية من خلال مفهومي المكافأة والحوافز ما معنى المكافأة يا شباب المكافأة كلنا عرفينا طبعاً هو شيء تقديم شيء جذاب أو مرغوب فيه كمحصلة لسلوك ما تقديم شيء جذاب أو مرغوب فيه شيء أنت حبه يعني واحد مثلاً تقول لي بالصف أنا رح أعطيك 5 دانانير لو جاوبت على السؤال يقول لأستاذ ما بفلوس أبي درجات إذن هنا شنو الشيء المرغوب بالنسبة له الدرجات فتقديم شيء لابد أن يكون جذاب أو أن الشخص يكون حبه لو شيء ما هو حب الشخص ما تعتبر مكافأة إذن المكافأة تقديم شيء جذاب أو مرغوب فيه كمحصلة لسلوك ما عندما يتم تعزيز سلوك ما باستمرار لدى الطالب فإنه يطور عادات أو نزعاته للعمل بطرق معينة وفقاً لهذا التعزيز بمعنى إن لو أنا دايماً أي طالب يشارك معي أعطي درجة إنت إيش رأيك يعني راح تتوقع أن الطالب راح يشارك كل حصة أو لا طبعاً راح يشارك كل حصة إذن أنا هنا عززت سلوك معين اللي هو سلوك المشاركة داخل الصف واضح إذن هنا يا شباب لما يتم تعزيز سلوك معين باستمرار فالطالب يطور عاداته عشان يفضل يعزز أو يفضل دايماً على هذا السلوك اللي تم تعزيزه تمام؟ طيب ثانية النظرية عندنا هي النظرية الإنسانية إذن درسنا النظرية السلوكية الحين بنتدرس النظرية الإنسانية في تفسير الدافعية النظرية الإنسانية شباب بتؤكد على العوامل الداخلية للدافعية تؤكد النظرية الإنسانية في تفسيرها للدافعية على العوامل الداخلية للدافعية دائما السلوكي النظرية أو أنصار النظرية الإنسانية شايفين إن الإنسان مدفوع دائما أو مدفوع باستمرار بحاجات فطرية إحنا مولودين عندنا بعض الحاجات هذه الحاجات اللي احنا بنحققها في حياتنا بس طبعا فكر من ضمن الأفكار ورح نعرف شانه هي أهم هذه الحاجات اللي إحنا من وجهة نظر طبعا النظرية الإنسانية إن إحنا مولودين حاجات فطرية عن الإنسان بيولد مزود فيه مدفوعون بشكل مستمر بحاجات فطرية المقصود بالحاجات الفطرية هي الحاجات اللي بيولد الإنسان مزود بها طيب نشوف عندهم هرم الحاجات عند مثله من أنصار هذه النظرية عالم اسمه مثله عنده هرم وضع في هذا الهرم العديد من الحاجات هذه الحاجات اللي هو شايف إن الإنسان بيولد مزود فيها وبيحاول إن الدفعية عنده بتلشط بسبب هذه الحاجات عند قاطة الهرم عند مثله هي الحاجات الجسمية قاطة الهرم عند مثله شايف إن الحاجات الجسمية هي أولى الحاجات اللي الإنسان بيحتاجها عشان يحقق دفعيته مثل الطعام الشراب الاكسوجين وتجنب الحرارة ثاني شيء الحاجات الأمنية سواء كان أمني نفسي أو اجتماعي أو وظيفي الإنسان دايماً في حاجة إلى الأمن إنت حابب إنك تكون عايش في أمن في فيتك أمن نفسي كمان إنت متوافق أو مرتاح نفسياً أمن اجتماعي إنك تكون عايش في طمع أمنينا وسط الناس والأمن الوظيفي إن ما يحدث لك مشاكل داخل وظيفتك ثاني نقطة في هرم الحاجات عند مثله هي الحاجات الأمنية ثالث نقطة الحاجة إلى الحب والانتماء والتقبل من الآخرين طبعاً يا شهاب منه فينا ما يكون حابب إن الناس كلها تحبوا ما يكون حابب إنه يكون منتمي لجماعة معينة أو لأسرة معينة أو لأهل معينة أو لمجموعة من الأصدقاء كل الناس عندهم الحاجة إلى الحب والحاجة إلى التقبل من الآخرين طيب أيضاً الحاجة إلى المعرفة والفهم الحاجة إلى المعرفة والفهم طبعاً الحاجة إلى المعرفة والفهم دايماً الإنسان بيحب إنه يعرف أو يستكشف كل ما هو غريب الحاجات الجمالية تلاقيك مثلاً بالبيت البيت مرتب وشكله جميل فتقول له حط التوتش حط لمستي اللمسة الجمالية تقول لك هذا اللمسة الجمالية يعني اللمسة الأخيرة كلنا عندنا الحاجات الجمالية رأس الهرم عند مثله جعلها الحاجة إلى تحقيق الذات الحاجة إلى تحقيق الذات كل ناس أو كل شخص حابب أن يحقيق ذاته في المجال اللي بيختص فيه أو المجال اللي هو أو المكان اللي موجود فيه إذن سبع حاجات عند مثله الحاجات الجسمية الحاجات الأمنية الحاجة إلى الحب الحاجة إلى تقدير الذات الحاجة إلى المعرفة والفهم الحاجات الجمالية وآخر أو رأس الهرم عند مثله الحاجة إلى تحقيق الذات الحاجة إلى تحقيق الذات آخر نظرية عندنا من ضمن النظريات النظرية المعرفية في تفسير الدافعي طيب النظرية المعرفية شباب نظرية سهلة وبسيطة نتقول لك أن أفكارنا واعتقداتنا وغيرها من العمليات العقلية والمعرفية تقوم بدور مهم في دفع السلوك وتوجيه بمعنى إن احنا مثلا مثال احنا درسنا أو استذكرنا درسنا في الماضي فلقينا الامتحان أصبح سهل ونجحنا بسهولة في الاختبار طيب ده رح يكون عندنا يولد عندنا دافع إن احنا دايما نستذكر درسنا بطريقة معينة عشان يكون عندنا الاختبارات كلها تتسهل ولا لا إذن أصبح عندنا خبرة اللي يقول لك عنده خبرة أصبح عنده خبرة إذن هنا يقصد فيه الخبرة هنا يقصد الخبرة يا شباب إذا كان استذكار الدروس قد أدى في الماضي إلى النجاح في الامتحانات فإننا سوف نتوقع أن استذكار دروسنا اللي هو في المستقبل يعني سيؤدي إلى النجاح أيضا في الامتحانات فتلاقي مثلا شخص يقول أنا درست بطريقة معينة وجابت معاي نتيجة فبالتالي رح أسويها مرة ثانية إذن هنا الدافع عنده تتحدد من خلال أفكار والمعتقدات السابقة من خلال المعتقدات السابقة طيب في عندنا أنواع للدوافع شباب ما هي أنواع الدوافع فعندنا دوافع فطرية اللي هي الدوافع الأولية وعندنا دوافع الاجتماعية أو الدوافع الثانوية يقول لك ما هي الدوافع الفطرية أو ما هي الدوافع الأولية سنتهم واحد يقول لك ما هي الدوافع الاجتماعية أو ما هي الدوافع الثانوية طيب ما هي الدوافع الفطرية شباب وما هي الدوافع الاجتماعية الدوافع الفطرية هي التي تنشأ عن حاجات فطرية لحفظ حياة الكائن الحي الفطرية يعني الفطرة يعني لو ما تحققت هذه الدوافع ممكن تؤدي إلى أن الإنسان يموت أو الكائن الحي يموت أما الدوافع الاجتماعية اسمها اجتماعية اجتماعية يعني تم اكتسبها من البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرض يعني استطاع الإنسان أن يكتسبها من خلال البيئة التي يعيش فيها والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها أمثلة للدوافع الفطرية الطعام الشراب التنفس النوم الأمومة كلها دوافع فطرية بيولد الإنسان مزود بها وأيضا ضرورية لحفظ حياة الكائن الحي أما الدوافع المكتسبة فنجد الدافع إلى التملك إن الإنسان يتملك أي شيء يتملك بيت يتملك سيارة الدافع للسيطرة التملك والسيطرة والحاجة إلى الإنجاز إذا التملك والسيطرة والحاجة إلى الإنجاز ثلاث دوافع مكتسبة بيكتسبها الفرض من البيئة التي يعيش فيها وليست بيولد مزود بها وليست دوافع فطرية طيب أول شيء رح نتكلم فيه هو الدوافع الفطرية الدوافع الفطرية يا شباب لها خصائص شنو هي خصائصة؟ عامة لدى جميع أفراد النوع يعني موجودة لدى جميع الأشخاص منه فينا يا شباب ما عنده دافع للأكل ما عنده دافع للشرب يقدر يعيش بدون تنفس إذن كلها دوافع موجودة لدى جميع أفراد النوع أيضا موجودة فطرية وليست مكتسبة يعني الإنسان بيولد مزود فيه كلنا بننزل من بطن أمنا في حاجة إلى الجوع للطعام في حاجة إلى الشراب في حاجة إلى التنفس في حاجة إلى الإخراج إذن دوافع بتكون موجودة فطرية وليست مكتسبة طيب بتحدث نتيجة اختلال في التوازن العضوي والكيميائي للبدأ بمعنى إن مثلا الحاجة إلى الطعام الحاجة إلى الطعام الإنسان بيكون الجسم محتاج لفيتامينات نقص الغذاء في الدم بيؤدي إلى شعور الإنسان بالجوع نقص المياه في الدم بتؤدي إلى شعور الفرض بالعطش إذن هنا شباب بتحدث نتيجة اختلال في التوازن العضوي والكيميائي للبدأ طيب أمثلة على الدوافع الفطرية نحن نتكلم فيها قبل شوية هو دافع الجوع ودافع الجوع من أهم الدوافع الفطرية ويحدث نتيجة افتقار الدم للمواد الغذائية يعني كيف يحدث دافع الجوع بسبب نقص المواد الغذائية في الدم وطبعا من أهم الدوافع الفطرية ولما بنجبع دافع الجوع بنجد أن الجسم أخذ الطاقة اللازمة للقيام بمختلف الوظائف الشخص اللي جوعان بيشعر بأنه بحالة من عدم الارتياح الجسم نفسه بيحدث فيه إحباط لكن لما الإنسان بيأكل بيزيد طاقته بيقدر على العمل يقول لك ما أقدر خلاص أبأكل عشان أقدر أشتغل الجسم يحتاج طاقة نفس السيارة المتعطية بنزين الجسم نفس الشيء هو الغذاء هو اللي بيقدر أن يحرك الإنسان ويعطيه الطاقة على العمل الدوافع الاجتماعية النفسية دوافع نفسية ليش أطلق عليها دوافع اجتماعية نفسية شباب لأنها ليست الأول نفسية لأنها ليست ناشئة عن حاجات بدنية مثل الدوافع الأولية أما أنها اجتماعية لأنها مكتسبة أو لأنها تتعلق بعلاقة الفرض بغيره من الناس علاقة الفرض في المجتمع الإنسان يعيش داخل المجتمع مع جماعات ما يعيش بروح بيكتسب بعض هذه الدوافع من خلال المجتمع الذي يعيش فيه إذن يقول لك سؤال لماذا أطلق على الدوافع الاجتماعية النفسية هذا الاسم دوافع نفسية لأنها ليست ناشئة عن حاجات بدنية اسمها نفسية إذن ليست ناشئة عن حاجات بدنية أما دوافع اجتماعية لأن الإنسان بيكتسبها من خلال علاقته مع الآخرين لأنه بيكتسبها بيكتسبها الفرض من خلال علاقته مع الآخرين مثال الدوافع الاجتماعية عندنا دافع السيطرة دافع السيطرة من أهم الدوافع الاجتماعية والبعض يقول لك أن دافع السيطرة دافع فطري يعني الإنسان دايما يحب التملك ودليلهم على كده أن مثلا الطفل الصغير لما تأخذ منه لعبته تلاقيه صارخ ويحس أنه هي ملكه فحابب أنه يسيطر يكون هو المسيطر ويأخذ كل شيء له سواء تملك أو السيطرة لكن وجدهم في بعض القبائل مثل القبائل الأربش الموجودة في غينيا أن الزعامة الزعامة اللي السيطرة يعني حمل سقيل وكذلك الأمر في قبيلة الهنود المعروفة باسم زوني إذن أشاب بعض القبائل بعض القبائل اللي يهربوا من السيطرة ما يحبهم الزعامة ما يحبهم أنهم يكونوا زعماء يحب أنهم يكونوا تابعين فهي لو دوافع فطرية يقفين أسكاة تهرب أو في بعض القبائل تهرب من هذه الزعامة ولا تسعى لها إذن هي دوافع اجتماعية مكتسبة من البيئة وليست فطرية وبكده نكون خلصنا درس اليوم أسأل الله العلي قدير التوفيق والسداد للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة